بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل مجلد نسميه دف دف ده هيكون جوا مشاريع الجانجو تمام طيب انا مش هشتغل على المشروع ده انا هبدأ اعمل مشروع جديد من الصفر وعايزك تركز معايا طبعا احنا بفضل الله سايبكم كده وانتو عارفين كويس تشتغلوا ازاي على الويندوز تشتغلوا ازاي على لينكس تشتغلوا ازاي على ماك بفضل الله في الموضوع سهل يعني احنا اول حاجة تأكدنا ان البيسون محدسة تمام اه بعد كده عرفنا البيب ونزلناه على كل الانظمة بعد كده وكنت بوضح لكم كمان البيسون تلاتة والبيب تلاتة والكلام ده عشان تبقوا فاهمين بفضل الله خلاص وعملنا تحديث للبيب على كل الانظمة ونزلنا البيئة الافتراضية بالطريقة العادية على كل الانظمة تمام وعملنا الانشاء العادي او الاولاني للبيئة الافتراضية على جميع الانظمة وفعلنا وعدم تفعيل للبيئة الافتراضية عملنا تفعيل وعدم تفعيل للبيئة الافتراضية على كل الانظمة تمام لما بدأت بقى نزل الجانجو معاك خلاص كده تحس ان الاوامر بقت ايه بقت واحدة تمام لانك هتدخل بقى دلوقتي في الشغل فحتى الفيشول ستوديو كود نزلته لكم على كل الانظمة عشان ابقى سايبكم وانا متطمن مستخدمين ويندوز او مستخدمين لينكس او مستخدمين ماك تمام طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي عايزين ننشئ مشروع جانجو ونشغل الخادم بتاعه من الالف للياء لان الموضوع اصلا سهل الموضوع سهل انا وظفت ان انا سهل عليك ووفاهمك بفضل الله تمام؟ طيب اول حاجة طبعا انت براحتك بقى عايز تنشئ الفولدر بتاعك على طول كده بالاختصار كنترول مع شفت مع ان وتسميه او كليك يمين وليو فولدر عايز تغلب نفسك براحتك عايز تكتب امر براحتك اللي انت عايزو عمله ماشي؟ انا دلوقتي هروح على الديسك توب طبعا انت لو علنك بقى انت فاهم لازم تكتب دي كابيتر خلاص ماشي انا دلوقتي جوه الديسك توب خلاص؟ ادخل على الديف اللي انا عملته طبعا انت مش هتحط مشاريعك على الديسك توب انت كشغال شغلة جات مش هتحط مشاريعك على الديسك توب انا حاطتها على الديسك توب لان انا بشرح خلاص؟ فاللي انا بشرحه ده ده خليه بقى قدامي وقدام المتعلمين بفضل الله عشان يبقى الحاجة على طول سهلة الوصول على طول بدا ما عدا دخل على مختلفة ماشي طيب انا دلوقتي جوه المكان اللي انا بنشئ فيه مشاريعي طبعا اول حاجة هعملها هنشئ المشروع ده طبيعي خلاص دي تعتبر مش خطوة تعتبر حاجة عادية ادي ام ك داير ماشي عايز تنشئه بالطرق العادية براحتك يعمل اللي انت عايزه ام ك داير هنعمل اه فولدر اللي احنا هنحط فيه المشروع بتاعنا يعني هو ده الفولدر اللي هو بتاع المشروع من الاخر هسميه scheint تُجيل مجلب خلاص حلو كده اه خلاص تم انشاء وخلصت ده انت شغال بالتعمل بكل، ماشي كده طيب عملنا البروجيكت خلاص من غير ما سفات وظبطنا هو كله كلام ايه انجليز زي ما احنا ما شايفين كده ادخلي عليه لو سمحت اعمل لي على الماي كافي خلاص انا كده جوه مجلد بتاع المشروع جوه المجلد بتاعي المشروع اللي هو ماي كافي كلمة بتاعي كلمة مصرية اللي هو الحاجة اللي تخصه يعني عشان بس ايه ناس اللي بتركز انا دلوقتي بدل ما افتح الفيجوال ستوديو واقول له اوبن فولدر عايز تفتحه من هنا مفيش اي مشكلة خالص انك تقول له كود مسافة دوت وتدوس انت هو هيفتح لك الفيجوال ستوديو كود وعليه البروجيكت بتاعك اللي هو ماي كافي مفتوح جوه جاهز وانت كده عادي جدا مفيش اي مشكلة انك انت تخرج من الايه الكماندو بروامبت ده مش اي مشكلة خالص اخرج منه خلاص انت مش عايزه كده ماشي انت ايه مش عايزه خلاص انت دلوقتي عندك ترمينال اصلا في ايه البيجوال ستودي كود عايز تظهره من الترمينال اخترني ايو ترمينال او لو انت دست يعني تظهره بقى غير ده نيو ترمينال يعني يفتح لك ترمينال جديد اما لو انت عايز تظهر شاشة الترمينال كنترول مع حرف الثال من الكيبورد تظهرت لك تمام انا مش عايزه اشتغل هنا على الباور شيل ماشي لو سمحت اعمللي سيليكت ديفولت شيل واختار الكومند برومبت اوكي انا كده اشغل على كومند برومبت لما هعمل نيو تيرمينال في ايه وقت هايعملهولي كومند برومبت تمام كده طيب انا قفلت في جوال ستوديو كود خالص وروحت فتحت في جوال ستوديو كود مفتوح الفولدر عليه خلاص تمام يعني انت حتى مش محتاج انك كل مرة تفتح الايه الكمند برومبت انت دلوقتي فاتح فيجوال ستوديو كود وانت دلوقتي جوه المجلد بتاعك فتحه فقلب فيجول ستوديو كود. طيب مش يا جماعة كده انا ما عملتش اي حاجة خالص. كده انا ايه? ما عملتش اي حاجة خالص. كل اللي عملته ان انا انشأت مجلد وفتحته على فيجول ستوديو كود. عشان ما حدش يقولي الخطوات صعبة والخطوات كتيرة احنا لسه ما عملناش ولا خطوة. ما عملناش اي حاجة خالص. لسه حتى البروشكت فاضي اصلا. المجلد فاضي. جوه دف ده نحط فيه مشارقنا. الماي. كافي. افتحه. اه? ما فيوش حاجة. ما فيوش حاجة خالص. فما تقوليش ان احنا عملنا خطوات. لا احنا ما عملناش خطوات. بفضل اللي انا بحول اسهل عليكم قوي. هي دي القصة. تمام? طيب. هنبدأ بقى نشتغل من اول دلوقتي. خلاص? دلوقتي خد بالك. الترمينال جوه. الفيشول استيدي كود هيوفر عليك كتير. لانك هتكتب جوه الاوامر. فانا وانا جوه اهو هو واقف لي الواحده على المجلد بتاع البروشكت اللي هو ماي كافي. ماشي? اول حاجة هعملها هنزل لك بقى الفيرشوال انفيرومنت بطريقة جميلة جدا. من اول بايسون ستة فيه ما فوق. شغلة معاك بفضل اللازل من اول ايه? من اول بايسون ستة. تلاتة وستة. فيه ما فوق. شغلة معاك الطريقة دي. اللي هي ايه? اكتب لي هنا بايسون. اكتب لي ايه? بايسون. اوكي? مسافة. داش ام. داش ام. مسافة. في اي ام في مسافة. فيرشوال انفيرومنت. مسافة. اوكي? ده كده الامر اللي انا هنشئ بي. البيئة الافتراضية جوه المجلب بتاعي. هتنشئه فين? في نفس المكان. دوت. خدت مسافة خدت ايه? دوت. هنشئه في نفس المكان. سلاش هسميه بنفس الاسم ده. في اي ام في. بس. خلاص كده? هدوس على انتر. هيبدأ ينشئ لك الفيرشوال انفيرومنت على مجلد المشروع بتاعك. خلاص انشأها. خلاص مين يا عمي? خلاص انشأها. خلاص اهي? كده دي اول خطوة. دي كده اعتبرها خطوة. ايه هي اول خطوة? انشاء البيئة الافتراضية. داخل مشروعك. اوكي? اهي. في اي ام في مجلد جوه البيئة الافتراضية بتاع اول اسكريبتس بقى والاكتيفات والحاجات بتاعتك الحلوة دي. ماشي كده? حلوة. وانا قلت لك ان انا شغال هنا دلوقتي خليته اه ديفولت على الكمانت برومبت. بدل باورشل. تمام? يبقى كده اول خطوة انشأنا البيئة الافتراضية. تيجي بقى انت هنا. تيجي انت هنا. تكتبلي فريز. ها? تكتبلي هنا بب فريز. تيجي هنا تكتبلي بب فريز. لا. ما تكتبليش بب فريز. انت كده? مش في قلب بتاعك. انت موجود في المجلد اه. لكن مش مفعلها. اه. يبقى تاني خطوة هنعملها هي اكتيفيت لي الفيرشول انفيرومنت. اوكي? تمام. هي فين بقى اكتب دوت باكسلاش. بعد كده في اي ام في هي موجودة هنا. بعد كده باكسلاش انا على ويندوز ها? الناس بتوع الماك واللينكس بتيبوا ايه سورس? زي ما عرفنا قبل كده بفضل الله خلاص? المهم. دوت باكسلاش في اي ام في اللي هو المجلد اللي جوا البيئة الافترضية. بعد كده سكريبتس. سكريبتس. تمام? بعد كده بعد كده اكتيفيت. وادوس انتر. اوكي. كده ريس انت فعلت البيئة الافترضية بتاعتك اللي جوه المشروع. اللي هي جوه المشروع بتاعك ماي كافي. حلو كده. كده بعد تكتب لي فريز يا ريس. تكتب لي ايه? فريز او بيب فريز اهو. تكتب لي بيب فريز. دوس انتر. اهو. مفيش حاجة عندك. مفيش. يبقى تاني خطوة ايه? ها? عد معي. اول خطوة انشاء البيئة الافترضية داخل مشروعك. تاني خطوة تفعيل البيئة الافترضية الموجودة داخل مشروعك. وانت بقى انفعلها تعمل لي انستول الجانجو جواها. وانت انفعلها كلامي واضح. وانت انفعلها اكتب بقى ايه? بيب مسافة انستول مسافة جانجو. اهو دي جانجو. تمام كده? ودي ايه? انتر. كده هو بيعمل ايه? بيعمل انستول الجانجو جوه بتاعك. يبقى دي كده ايه? تالت خطوة. يبقى احنا حتى الان ما عملناش غير ايه? تلت خطوات بس. حتى الان ما عملناش غير ايه? غير تلت خطوات فقط. طبعا انت بتنتظره. والانترنت شغال. غاية لما يخلص. تماما ويديك اوكي ان هو خلص لك الجانجو ونزلها على البروجيكت الخاص بيك. اوكي. تمام. كده هو ايه? خلص. طيب مفيش مشكلة حتى هو انا بيقول لك ايه? بيقول لك حدس لي. اه وبيديك الامر كمان. اه. بيديك الامر اللي اتحدس بالبيب. لو عايز تزبطها. تمام? دي بره بقى الخطوات بتاعتنا. دي مش خطوة. ماشي كده عشان بس ايه نركز مع بعض. دي هو او بيقول لي بيقول لي عم انت شغال على فيرجن قديم تسعتاشر وهي نزل منها جديد. نزله والامر هو. رحت واخد الامر حطه قابي بست. قال لي ماشي اه خلاص. خلصنا. نزله لي بس. ولا اكتر ولا اقل. دي كده مش خطوة خلاص. يبه احنا كده تلات خطوات اللي عملناه. اول حاجة انشاء البيئة الافتراضية. تاني حاجة تفعيل البيئة الافتراضية. تالت حاجة تنزيل الجانجو. حلو قوي. بعد كده بقى هنبدأ نعمل ايه بعد كده هنبدأ نعمل ستارت للبروجيكت. خلاص احنا كده نزلنا الجانجو. وانت مفعل البيئة الافتراضية دلوقتي لو كتبت بيب فريز هيجيب لك بقى الجانجو الحاجة اللي نزلت معاها. ماشي? حلو قوي. انا دلوقتي هعمل ايه بقى? انا عندي الجانجو خلاص. هبدأ ان انا اعمل ستارت بروجيكت. خد بالك. كل حاجة بتعملها بتزبطك. كل حاجة بتعملها بتزبطك. ماشي? وبتزود لك بقى ملفاتك وبتزود لك مكتباتك الى اخره. فانا دلوقتي هاتب ايه? الامر جانجو جانجو او دي جانجو ماشي? جانجو داش ادمن من غير مسافات. جانجو داش ادمن مسافة. ستارت بروجيكت من غير مسافات. ولا اندر اسكورات ولا اي حاجة او. تاني جانجو داش ادمن مسافة بروجيكت. ماشي كده? بعد كده. مسافة وحط اسم بتاعك. حط ايه? انا هعمل ستارت اني بروجيكت. انا جوه ايو انا جوه البروجيكت. بس حط اسم البروجيكت هنا. ماشي? هتعرف ليه دلوقتي. بص اكتب ايه? اسم بروجيكت ده اللي هو ماي كافي. تمام? خد بقى مسافة وما تنساش الدط اللي في الاخر لانك هتنزله في نفس المكان. هتعمل ستارت بروجيكت ايه? في نفس المكان اللي انت في دوت دي. عشان تقوله ايه? ان في نفس ايه? في نفس المكان. انا مددوش باف. وهدوس على انتر. كده هو عمل لك ايه? عمل لك ستارت بروجيكت. تجي تبصت. اعمال لك بقى مجلد اسمه ماي كافي. وحطي لك في ملفات البروجيكت بتاعتك. وحطي لك كمان في الروت الاصلي بتاعك. الروت اللي هو بقى ايه? اللي شايل لك البروجيكت كله. اللي هو الفولدر الاصلي اللي انت دخلت عليه وعملته. او بس اعمل لك ايه? جواه. مانج دو بي واي. ملف البايثون ده بقى? احنا بنستخدمه. فانا دلوقتي عايز اعمل تشغيل للسيرفر. خد بالك حتى الان ما عملناش غربع خطوات اقولهم لك تاني. اول حاجة انشاء البيئة الافتراضية. تاني حاجة تفعيل البيئة الافتراضية. تالت حاجة تنزيل جانجو جوه المجلد. جوه المشروع بتاعك. رابع حاجة للمشروع بتاعك. خلاص دور كده اربع خطوات. خمس خطوة بقى دلوقتي هي تشغيل الخادم او السيرفر. ماشي? فهكتب ايه? هكتب بايثون مسافة. ده اللي انا هستخدمه خلاص. مسافة اعمل ايه? ران سيرفر. اعمل ايه? ران سيرفر. طب ما انا فتح السيرفر. مش انا فتح السيرفر ومجهز كل حاجة. بس خلاص دوس بقى انتر. هو هيعمل لك كده ايه? خلاص? اعمل لك ايه? ران سيرفر. ولو انا عايز الغي. لو انا عايز الغي هذا السيرفر كده سيرفر شغال وانا واقف دهاتي بجرب بقى. ماشي? لو انا عايز الغي السيرفر ده بادوس كنترول مع سي. انا مش هلغيه بقى. شايف الرابط اهو. الرابط من دولك تحت او اتش تي تي بي نقطتين سلاش سلاش. اه وان تو سيفن بوينت زيرو بوينت زيرو بوينت وان. اه بورت ادي عندك ايه? تمن تلاف. اوكي. فلو انا سبت ايدي على كنترول زي الورد كده. واروحت دايس عليه. وانا في فيجول السوديو كود. هيفتحولي على المتصفح. وده كده بروجيكت جانجو. ده كده ايه? بروجيكت جانجو. ده كده او بيقول لك ايه? خلاص. مبروك كده الجانجو شغالة معاك. والبروجيكت شغال معاك. وزي السلوخة. وبيبريك الاصدار. ولو عايز تروح تتعلم. عايز تروح عايز 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 الى اخر هزه الايه? هزه الامور. فانا عندك ده كده مشروع الجانجو. عايز اوقف السيرفر وارجع اشوف انا هعمل ايه? هتيجي هنا ودوس كنترول مع السي. كده السيرفر وقف. لو روحت هنا وعملت هتلاقي السيرفر ضرب. ليه? لانك قفلته. فهنا انت بفضل الله عرفت ازاي تنشئ المشروع من الاول للاخر. خلق سهلك. من الاول الانشاء. وحتى ايه? التشغيل. انا عايزك بقى تستخدم ايه? خلاص? بلاش خليها بقى. ماشي كده? طبعا انت لو عاوز تفتح البروجيكت. البروجيكت ده. موجود عندك خلاص مش هتعمله من جديد. انت كل اللي بتعمله بتفعله وبتشغله بس. بتفعله وبتشغله. اما انت عشان جديد فانت انشأت البيئة الافتراضية وفعلت البيئة الافتراضية وعملت تنزيل للجانجو او معلش ركز معي. اول حاجة اول حاجة عملنا ايه? اول حاجة عملناها هي ايه? تنزيل البيئة الافتراضية ايه. تنزيل او ايه? او او خليها بالانجلش ماشي. اول حاجة عملناها ايه? تمام? في اي ام في. تاني حاجة عملناها عملنا لها ايه? اكتيفات. اكتيفات في اي ام في. اوكي? دي كده ايه? تاني حاجة. تانت حاجة عملناها هي ايه? انستول جانجو. رابعة حاجة عملناها هي ايه? ان احنا نعمل start project بتاعنا او start project. طبعا انت بتعملها من غير مسافات في الامر. خامس حاجة عملناها هي run server. دول كده الخمس خطوات. بس. عشان بس ايه? الامور تبقى سهلة بالنسبة لك. بفضل الله. وانا بحاول اسهل على قد مقدر. الاوامر اللي انا كتبتها دي. لو انت بتعمل مشاريع كتير لازم تبقى احفزها اكتر مني. لازم. مدام بتعمل انت كده كده اصلا مدام بتشتغل بيها هتلاقي نفسك حفزتها لوحدك. التكرار بيخليك تحفزها بفضل الله. ماشي? طيب. انا دلوقتي عندي project وهشتغل عليه خلاص. انا مش هنزل فيه لانها هنزلة. خلاص? ومش هنزل الجانجو لانها نزلة. خلاص? ومش هعمل start project لاني وردي اعملت له. خلاص? اما لا اعمل ايه? كل اللي انا هعمله بقى هعمل activate وبعد كده هرو هعمل ايه? run server دول اللي انا هعملهم لما يجي اشغل project موجود عندي وعملته قبل كده. الاشتراك والنايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لنا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وتتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وهتأكد ثواب على كل حاجة بتنشرها نعم